السلام عليكم وتحييي طيب الجميع وفقط كتتم الفيديو دي البارح لإدارة تفعل التقنيات الجري لأن هناك مجموعة فيديوهات يموجها لعوام الناس وهذا هو المشكلة بالنسبة للناس عندهم مدربين أو ناس يمارسون في واحد النطاق احترافي أو تعرفوش كيديرو أو أنهم احتكاك ما يعدئين فهدوا الناس آخرين الناس سيترينوا بأجل المشاركة في بعض الصباقات على الطريق من أجل المتعة ومن أجل أيضا من أجل الصحة ومن أجل الرياضة فهدوا الناس آخرين ونوعية من الناس آخرين ولماذا ستفرض عليهم طريقة الجري دي الكنيين أو دي الاتيوبين أو طريقة الجري دي الكبار دي المسافة الطويلة شوفوا فقط هذا الفيديو هذا لأن هذا المسألة كان درتوا واحد له دايبة كبير ولو الميصاج وجهوه مجموعة دي الناس العوام الناس ألورك وهو خاطئ وكان واحد اليوتوبر كان در واحد ليجيو دياله هو أناليزي ولا فولي دي المشوعة من العدائين تحط طالون ديرو واللول هذا هوة حط طالون ديرو واللول هذا الطالون عوشاني هذا تحط هذا تحط طالون عوشاني طالون طالون واضحة عداء مستويالي عداء كيني طالون دي بيئي وعندما واضحة بأنه يضع الطالون دياله ومسألة عادية يعني في سرعات لي هم عادين مثلا فهو حتي يجرب رباطاش الكيلومتر في الساعة خمسطاش كيلومتر في الساعة ساعة 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 ما كان ضنش أنك تغير طريقة وضع الرجل اللغة تعطيك شي حاجة كبيرة نحن كباشر مختلفين فكل مورفولوجي مختلفة على مورفولوجي أخرى ما يمكنش نعمموا واحد التكنيك لجميع الناس لجينا نشوف مثلين عدائين ديال المائة الميتر مثلا نيوسين بولت هذو ما تيضعوا بلانت ولا تيضعوا بلانت ولا تيضعوا البوانت لانه ما عندوش الوقت مثلا نظروا البعض الجزئيات من المائة فكما كتشوفوا فهو ما تيضعوا البوانت يعني ما عندوش الوقت لانه ما عندوش الوقت فيني ارون دير جليح هنا نشوفوا عداء مغربي قديم اللي هو بوطايب في الفينال ديالالعاب الولمبية 1988 كتشوفوا بأن بوطايب كانت يحط طالون دي بيه هذا الشي اللي كيبالي كيبالينا له طالون اللي كانت يبالي لكم كنتم مشي حاجة أخرى فكتبوها في الكومنتر وننقشوها إن شاء الله كما كتشوفوا كيش كانت يجريع له طالون دي بيه وماذا ما منعوش أنه يكون متمييز ويربح ميدالية ذهبية في أولمبياد سيول 1988 فهذا كان كخلاصة لبعض الأشياء لكن كتشوفوا تعرفوا شي مسألة شي تكنيك بخصوص الجري ووضع الطالون ولا ووضع ميديوبي حاولوا تبرطاج يواله كان لديكم أيضا تجارب وكان شكر الأخ أحمد اللي كان خلى لي واحد الكومنتر بخصوص هذه المسألة بالنسبة لعدائين كين عدائين يعني كي يستطعوا النومي واللي ويجروا الميديوبي ولكن كتدر لقين عدائين وجهوات من مش سوى متوسط يعني كي يمارسوا باستمرار وعندهم احتكاك في المجال وعرفوا رأسهم كي يديرو ولأننا نشدو نصيحة ونشجوه لجميع الناس ونخليوا الناس يتبليسه ويمشوا في المسألة لأنك لكتبتي في يوتيوب مثلا الطريقة الصحية حال الجري يتلقى كل شي كي يدر بأنك تخصك تحط البلون ديو بي وانا متأكد أن الناس اللي ذروه هذلي فيديو ومشي عدائين ومعمرهم يجريو أو أنهم يجريو ربع ساعة ولاقس ماين ولكن الناس اللي كي مارسوا ألعاب القوة في استمرار إلا كانوا يغيروا هذا التكنيك فخصة وقت وخصة تأطير وخصة واحد النظرة دي الواحد الإنسان تقنيت يشوف يعني أنك تقدر تكون جيد لقدام بزاف تقدر تكون راجع اللور تقدر تكون تحط البوينت بلوص ما تحط البلونت بزافية الأشياء تصحح شكرا لكم والسلام عليكم